أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزوم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد علمنا المستقدمين من صلصال من حماء مسنون والجنة والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه بالروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظبني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم مجمعين لها سبعة وأبواب لها سبعة وأبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا آل لوط إنا لمنجوهم مجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وابضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن جابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الميكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبيما من مبين وإنهما للمؤمنين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجمال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا إلا بالحق وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ترجمة نانسي قنقر